السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا النهاردة ان شاء الله فكرة حلوة جدا يارب تعجبكم هنعمل اعادة تدوير النهاردة جديدة واول مرة تشوفوها طبعا على اليوتيوب عندنا الرول ده ده رول الدهانات بس هنستخدم الجزء الهيكل اللي جوه بس مش هنستخدم الفرشة ده طبعا مكسور فاحنا مش محتاجينه والمفروض ان احنا نرميه بس احنا هنعمله اعادة تدوير حلوة جدا وهنعمل فكرة حلوة قوي منه شلت كده بالقصفة دي شلت الجزء اللي قدام علشان اعرف اخرجها الجزء ده انا مش محتاجاه هقطم كده البلاستيك ده علشان اعرف اخرجه هخرج الجزء ده كده وهستخدم الحديد بس ده الجزء اليد دي ده جزء كده حديد مرضيش يخرج معرفتش اخرجه حولت فيه كتير ان انا اخرجه معرفتش اخرجه فانا هسحبه كده الورا واسبته خالص في الاخر بالشكل ده كده هحط له نقطة شمع علشان يسبت معايا وانا وبشتغل ما يتحركش ايه في الحديد ده الجزء اللي انا هشتغل بالفكرة هنجيب كده خيوط كليم وهنعمل منها دفاير دي اسهل حاجة طبعا لان انت تعملي او تغيري شكل حاجة بخيوط الكليم بتعملي دفاير الدفاير لما بتغطى بيها الحاجة بتكون شكلها حلوة جدا ممكن طبعا لو انت ما عندكش خيوط الكليم دي تستبدليها بالخيوط اللي موجودة عندك ولو عندك تشيرتات قطن مش محتاجاها ممكن بتقسقصيها شرايط رفيعة جدا وتعمليها دفاير وبتكون نفس شكل خيوط الكليم وتشتغلي بيها بنزبط كده الجزء ده علشان كل ما بنضغط عليه كده ونلفه بيكون ماتين جدا معي واهم حاجة نكون مسبتين اول جزء فيها مسبتينه جدا بالشمع هنغطي كده الجزء ده كله وما تخليش مسافات كده بين الخيوط علشان الجزء الحديد ده يكون متغطي تماما هنخلص اليد دي كلها ونغطيها كده بالخيوط الجزء ده هنثبت فيه بالشمع كده هنثبته بالشمع علشان ده جزء كده متني فاحنا مش عايزين الخط عندنا يتحرك فيه علشان الحديد ما يبانش كل حاجة في البيت بدل ما نرميها الحاجات اللي احنا مش محتاجينها لو فكرنا طبعا شوية هنعمل منها اعادة تدوير اعادة تدوير دلوقتي مفيدة جدا لكل بيت علشان الحاجات دلوقتي كلها غالية اي فكرة ممكن تشوفيها ومحتاجها في بيتك ممكن تعمليها من خمية المفروض ان انت كنت هترميها او مش عايزها في البيت هتفكري فيها او تعملي تشوفي الفيديوهات اللي احنا بنعملها في اعادة تدوير وهتلاقي ان انت بتستغلي حاجات كتير قوي بتعدي استخدامها او بتغيري شكلها فبتصبح حاجة جديدة جدا وبتلاقي نفسك ان انت وفارتي كده هنخلص اخر جزء ده هنقفله كده للاخر خالص علشان يكون الشكل كويس هنسبت كده الجزء الاخير بالشمع هنسبته لجوه كده كده غيرنا الشكل النص اللي فوق بالخيوط بتاعتنا كده نقص اليد دي بقى اليد البلاستيك دي فيها بواقي طبعا دهانات فانا هشيل الجزء ده التخين اللي فوق علشان ما يكونش شكله حق وحش جبت كده دهان لونه دهبي هدهن بيه لو ما عندكيش طبعا فرشة للدهانات دي او فرشة رسم ممكن نجيب جزء من سفينج وندهن بيه هندهن كده الجزء ده هنعمل طبعا علشان الدهبي ده بيكون شفاف شوية او خفيف بنعمل طبقة وننشفها ونستنى لحد ما تنشف وبعد كده بنعمل طبقة تاني علشان تداريلي كل العيوب او كل الالوان هنعمل كل الالدهانات اللي في اليد افكار كلها طبعا بسيطة وسهلة لكن في الاخر بتعملي شكل حلو جدا وفكرة جديدة كأني اشتريت حاجة جديدة من بره وكلها خمات طبعا كنت هترميها او حاجات كنت مش محتاجها في البيت عملنا لها اعادة تدوير فبقت شكلها حلوة جدا وبقت فكرة حلوة وجديدة بالشكل ده كده بتنش فيها وبعد كده بترجعي تعملي طبقة تاني عملت شرشوبة كده من خيوط الصوف وهسبتها كده بالشمع وحطها في الجزء الاخير بالشكل ده هنسويها كده وبعد كده نحط شمع شكل كده جمالي ممكن لو انت عندك اي اكسسورات بقى قديمة او اكسسورات مش محتاجاها بتعملي بيها برضو هنحط ورده كده بلاستيك بقت شكلها حلوة جدا وهنعمل لها جزء برضو من فوق ورد بلاستيك من فوق عملنا لها علقة كده من فوق بقت عندنا شماعة ممكن نستغلها في الحمام او في المطبخ استغلنا حاجة كنا هنرميها وعملنا منها قاعدة تدوير مفيدة جدا للبيت بقى شكلها تحفى يا رب تعجبكم والسلام عليكم